فقدان حجاج الميامين حيث تعيش عائلة باموس ظروفا مأساوية نتيجة فقدان رب العائلة الحاج محمد إثرة زحمي مينا وعدم ورود أي معلومات عنه منذ 24 سبتمبر الماضي حيث تزداد تحزن العائلة عند سماع زغريد الفرح بوصول الحجاج في حين لم تردهم أي توضيحات بخصوص الحاج محمد المزيد في ميكروفون مصطفى دحاوي مفقودنا السيد باموسى محمد والسليمان المولود في 26 نوفمبر 1951 بمدينة المشرية شاءت الأقدار أن يختفي في حادثة ميناء كان آخر اتصال لنا به على الساعة الثانية عشر بتوقيت المحلي للجزائر أي بعد الحادثة بحوالي ثلاث أو أربع ساعات أهدرت معه على التسعة وعشرين صباحا بتوقيت الجزائر سولت الحجاج اللي راني مليح ورجمت وراني طالع على المكة واتصل به ولدي على الوحدة وعاود تصل به خوية على 12 قل العشرين بتوقيت الجزائر واتصل به ولد خوية على 12 قل الخمسة بتوقيت الجزائر منذ ما ليس خبر لا صحيح نطلبه من السلطة يخبرونا موسيقى